هذا المنافق قال هؤلاء كانوا يمنعونني من الأحمر والأسود كأنه يذكرهم بالخير ويتأسف لمصيرهم مثل ما يقول المنافقون المعاصرون الآن بأن اليهود شعب وادع وأن دولة الكياني الصهيوني دولة مسالمة ما قتلت منا أحدا ولا سعد في سوء يلحقنا بل هم ملتزمون بالقوانين الدولية والأعراف العالمية لكن مقاتليهم من الفصائل المجاهدة هم الهمج والرعاع وهم المعتدون تشابهت قلوبهم ثم لما حصل من يهود بن النظير أيضا نقض للعهد وحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ذهب إليهم معه أبو بكر وعمر يستعين بهم في دية رجلين قد قتلهما عمر بن أمية الضمري وما علم أن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدا فأظهر اليهود موافقة لكنهم تآمروا لاغتياله صلوات ربه وسلامه عليه بأن يصعد أحدهم فيطرح على رأسه حجرا فانبعث أشقاها عمر بن جحاش النظري فأخبر صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي فقام مسرعا فرجع إلى المدينة ثم تبعه أبو بكر وعمر فجاء بأصحابه وحاصر بن النظير في حصونهم فذهب وفد من المنافقين يقولون لليهود لا تنزلوا على حكم محمد ونحن معكم يصيبنا ما أصابكم قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون